السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواجهة الأطلسية للمملكة وكذلك الواجهة المتوسطية ومن المتوقع كذلك متابعين الأكارم خلال الفترة المسائية من هذا اليوم التارفة أقصى شمال المملكة نزول زخة مطرية واصيهم الأمر متابعين أكارم تطوان الحرائش وكذلك طنجة وأصيلة ومع استقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية وكذلك المناطق الوسطى للمغرب وفيما يخص متابعين أجزاء كذلك المناطق الجنوبية فمن المتوقع أن تارف أجواء صافية معه بريح شمالية قوية على مستوى السواحيل الأطلسية اللاجنوبية للمملكة وبالنسبة متابعين أكارم الساعة الأولى من صباح يوم الجمعة القادم بحول الله فمن المتوقع أن تستمر الأجواء في الاستقرار من مستوى الأقاليم الجنوبية والوسطى وكذلك من المتوقع أن تارف المملكة على مستوى المناطق الشمالية نزول زخة مطرية وتساقطات تلجية مهمة بحول الله فذلك خلال الفترة الصباحية من يوم الجمعة القادمة حيث من المتوقع أن تارف منطقة الصويرة أزفي بنغرير سطاة غريبكا وكذلك مدينة الجديدة نزول زخة مطرية ستكون مهمة نابح لله وقوة ومن المتوقع كذلك متابعين أكارم تعرف مرتفع تلجية كبير ومتوسط وكذلك من نزول تساقطات تلجية مهمة وسيهم الأمر تبان تازيلة لملشيل بن ملال زوية شيخ تونفيت وكذلك مرتفع تونفرات كورامدازي فران متطلحة جتينديتو وكذلك معتركة وعطفة ومن المتوقع كذلك أن تعرف منطقة التهلة نزول تساقطات تلجية على مستوى المرتفعات ومن المتوقع كذلك متابعين أكارم خلال نفس الفترة أن تعرف بعض المناطق الشمالية الأخرى نزول تساقطات مطرية ستكون مهمة على مستوى فاز قرية بمحمد سيد سليمان كامنة تابودة تونات وكذلك نزول تساقطات تلجية على مستوى قنول كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج متابعين الأكارم وخلال الفترة وفترة بعد الزوال من نفس اليوم الجمعة بحول الله من المتوقع أن تستمر الأجواء في الاتطراب على مستوى المرتفعات حيث من المتوقع أن تعرف مناطق الأطلس الكبير وكذلك المتوسط نزول تساقطات تلجية بحول الله ستكون مهمة وقد تصل إلى منطقة تامز ميز وكامنه وكذلك الميتر ذلك خلال فترة بعد الزوال من يوم الجمعة القادمة بحول الله وقوة هذا فيما يخص متابعين هذه الزاحرة الطاقس الخاصة بهذا اليوم كذلك يوم الغد بحول الله بالنسبة كذلك لتوقعات يوم السبت القادم بحول الله فمن المتوقع أن يستمر نزول تساقطات تلجية على مستوى المرتفعات كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج وكذلك على مستوى أو خلال فترة بعد الزوال من يوم السبت القادم بحول الله فمن المتوقع أن تعود الإجواء إلى استغرار على مستوى المناطق الوسطى وكذلك نزول تساقطات المطارية وتساقطات تلجية كذلك على مستوى مدينة تخنيفراكي كوردة الحاجفاس وكذلك مدينة تازا مع احتمال نزول القطارات المطارية على مستوى خربقة وكذلك سيد اسلمان ونزول تساقطات تلجية كذلك على مستوى باب برد الحسيمة والنظور وتساقطات مطارية على مستوى السواحل المتوسطية للمملكة إذا دفع ما يخص متابع الزاحرة الطاقس الخاصة بهذا اليوم والأيام القادمة لا تنسوا متابعة التوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب وهدنتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته